بعدما صاحت هيئة التنسيق النقبية في وادي الحكومة مدة شهرين مطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب ولم تلقى أي صدى حتى الساعة قررت أن تصرخ في الشارع مجددا من خلال تحديد موعد لاعتصام جديد الخميس المقبل أمام سراء الحكومية ووزارة المال الهيئة ترى أن وزير المال محمد الصفدي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي متواطئان في المماطلة لإحالة السلسلة بهدف إلغائها أو إرسالها إلى الحكومة المقبلة كلغم ينفجر فيها ما يجبر المطالبين بها إلى العودة أدراجا نحو البداية عم يلعبوا بالسلسلة مثل الطابة هدك بيشطلوا إياها من مال وهدك بيردلوا إياها من مال هدك بيقلوا غامضة والتاني بيقلوا خاطئة والأرقام خاطئة وإنه فعلا اتنين سوا موجودين ضمن صلاحيات ومفهوم تصريف الأعمال بيقدر يوقع على السلسلة لأنه حكومته اللي أقرت إحالتها أما إذا طلع حكومة جديدة بل نرجع والأرار يبقى أرار ويرجع للحكومة جديدة وقعد بلش من الأول وما إذا كانت وزارة المال هي المسؤولة الوحيدة عن التسويف لكسب الوقت أوضح غريب أنها أرسلت أربعة مشاريع لقرار واحد لافتا إلى صلاحية الرئيس ميقاتي في محاسبة المقصرين وهددت الهيئة برد الإهانة التي وجهتها الحكومة اللبنانية إلى الشعب كاشفة عن اجتماع يعقد الاثنين المقبل لمجالس المندبين في كل المحافظات بهدف تنسيق التحركات التي ستقودها في وجه حكومة تصريف الأعمال على وجه التحديد اشتركوا في القناة